مرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل وزي ما اتكلمنا معاكم في بداية الحلقة ان التواصل مع اولادنا وتعزيز الثقة بيننا وبينهم حاجة ضرية ومهمة جدا هيخلق اسرة صحية مستقرة وتنغمة عشان كده عايزين نسأل اسئلة كتير قوي اولها ازاي نحق المعادلة اللي فيها قدر اتواصل مع ولادي وازاي يكون عندي صداقة حقيقية مع ابني او بنتي صداقة مبنية على الصراحة المطلقة اسئلة كتيرة جدا هنجاوب عليها النهاردة مع ضفتنا الاستاذة امل غالي الاستشاري التربوي اللي من ورانا في الاستوديو صباح الخير عليك صباحكم جميل صباح الخير عليك يعني في البداية شايفة ان كل المشاكل والاختلافات اللي ممكن تحصل بين الاب وابنه او بين الام وبنتها او العكس سببها ايه سببها غياب معادلة التواصل يعني بيقولوا عليها الكميونيكيشن دي كانت مش موجودة من زمان ولا يعني ايه ايه المشكلة بتبقى هو فيه مشكلة في التواصل فعلا لان الجيل نحن مش قادر يفهم الجيل الجديد او مش عايز يفهم او خايف لان التغيرات حصلت كانت كبيرة تفارات فهما مش عايزين يقتنعوا ان فيه اصلا فيه اختلاف فلا هو لازم يتربى بنفس الطريقة اللي انا تربت بيها يعني يقولك انا مثلا اهلي ما كوش بيسمعوني انا هعدا اسمعوا ليه هو انا اقول له الحاجة هو يقول لي حاضر ينفزه ينفزه ده ما بقاش موجود طبعا خلقوا لي زمان غير زمانكم اه هو لو الاهل استوعبوا لا ان فيه زمن زمن تاني وزمن كبير ومختلف وواسع يمكن ده يساعتهم ان هما يقتنع ان هما يتواصلوا التواصل اللي فيه انا عند استعداد اسمع يعني عارفة فيه فرق بين التواصل انا ها قول خلص وبين انا لأ انا بسمعك بجد انا عندي استعداد افهمك في حتة افهمك دي هي اللي فيها الفجوة انا مش بفهم الجيل ده مش فهم دماغه رايحة ازاي تركبته يعني هل دماغ الطفل او المراهق اللي قعدت على الانترنت بالساعات هي زي دماغنا احنا اللي احنا ما كناش منتواصل غير على التلفزيون مرة كل يعني كل يوم خميس بس انا كان عندنا هو ده اللي بنوعد قدامه هو اليوم المفتوح حال دي الدماغ دي هي الدماغ دي دلوقتي هو مفاتح على العالم كله ففكرة ان انا افهم ان الجيل ده لا يا جماعة الجيل ده دماغ تانية خالص وعالم تاني وفاهمين حاجات اكتر مننا مع ان فيه كتير مننا كان يعني كان الانترنت على ايامنا احنا صغيرين شوية فيه كتير مننا ايام كمان لما كبرنا شوية الانترنت عارفناي وقعدنا عليه اكتر ومنعود كتير على السوشيال ميديا فاحنا عارفين انه فيه اختلاف اكيد حتى لو بنتكلم على الفيديو جيمز ما بيننا وما بين اهالينا يعني صح ولا ايه احنا على ايامنا كان فيه بس احنا ترساخت جوانا حاجات مختلفة يعني احنا ترساخت جوانا حاجات غير اللي هي كانت على ايام يعني احنا تربيتنا وخلي بالك انا بتكلم كمان على الاباء والهمات اللي عندهم مراحقين مش بس عندهم 3-4 سنين لا اللي عندهم مراحقين دول كبروا يعني مثلا في الاربعينات دلوقتي الاربعينات ملحقوش يعودوا كتير حتى لو بيعودوا كتير دلوقتي عنات عادي بس برضو اللي ترسخ فيهم زمان هم مش بيغيروا قوي يعني بيتحركوا حركات أو قات تحركات تبقى بسيطة عن اللي هم محتاجينه أو خايفين لأنه هو أنا خايفة تواصل مع ابني أقول له تفاهمني يعني طب أنا كده ممكن أخليه يعمل حاجة غلط أنت عايزة العيالي يعمل حاجة غلط هو الأهل بيبقوا فاهمين كده لو أنه تواصلت وفهمت الجيل ده فأنا كده مش عارف أحطه على الحتة الصحة فأنا لازم أخذوا لحتيتي أنا طيب خلينا نقسمهم في قائعة عمرية عشان نعرف إزاي نتعامل معاهم لو قلنا مثلا المراهقين إزاي يكون في صداقة حقيقية ما بين الأب والأم وولادهم في سن المراهق ده أصعب سن ليه بقى أصعب سن مش عشان هو في حد ذاته صعب يعني لأ علشان هو لو أنا ما بنيتش التواصل أصلا وهم صغيرين يعني مثلا تعود تضرب عقب كتير أهدد أكتر ما أنا أتكلم لما بيجوا في سن المراهقة بيبقى عندهم صعوبة في أن هما يتواصلوا أن هما يسمعوا المراهقين أن المراهقين عندهم دلوقتي مشاعر متلغبطة يعني مرة تلاقي لو عندكم مراهق مرة هتلاقي حزين جدا ومرة تلاقي فرحان ومقبل على الحياة مشاعر ورايحة جاي فالأهل بيبقوا فين هنا متلغبطين مش عارفين يعملوا إيه طب هعمل أنا إيه هو دلوقتي مرة حزين ومرة فرحان هعمل إيه هو عايز يوعد على الناتو طول الوقت فهو أتواصل إزاي مع المراهق إن أنا أدي له وقت مخصوص أسمعه لازم يعني أنا لو عندي مراهق ما ينفعش يعدي يوم ما عودش معي ابني واسمعه واشوف أو بنتي أشوف بتفكر إزاي إيه اللي وصل لها من المزي بس ما بيتكلموش قوي يعني علشان ما تعودوش لكن لو تعودوا ويتكلم طب لو ما تعودوش وعايز أفتح حوار أدي له الأمان أدي له الأمان إزاي إنه لما يجرب مرة يفتح معاي حوار ما عودش بقى أدي له مواعز أدي له فرصة أسمعه يعني الواعز واللوم منقاص إنتوا جيل مش عارف إيه إنتوا هتودينا في داهية إن شكلك دماغك أصلا شاطحة في حتة بعيد أنا أول ما أقول جمل زي كده خلاص هو هيعلم علي يقول ماما أو بابا ده مش هتكلمه تاني ده بتاع النصائح سيبك منه فكك منه زي بلغة الجيل ده فكك منه بس كلام حضراتك بجي أنطبق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دلله سبعة وقدبه سبعة وصاحبه سبعة سمطنا تطلعه العنان يعني هكذا نتكلم في واحد وعشرين سنة أنت عملت كل حاجة وفي الآخر سيبه خلاص بقى ما أنت أسست ما أنت عملت القواعد هو صاحبه دي من أصعب الحاجات الأهل بيبقوا خايفين من صاحبه دي لألا المراهج ياخد علي هبت الضيعة ما بقاش أبا وأمه مسيطرين فبيبقوا مش عارفين يعملوا المعادلة يوازنوا بين الصداقة والإحترام لأن خايفين طب ملا صاحبه طب ممكن يقول لي لفظي كده ولا ممكن ما يسمعش كلامي بعد كده لكن لا أنا ممكن أصاحب ولادي أنا عندي ابني 16 وبنتي 11 في الاثنين في المراهجة أوازن بين الصداقة أن أنا أسمع ابني وفي نفس الوقت أعمل حدود الإحترام يعني لو هو مثلا فكر يتكلم معي بطريقة مثلا مش كويس لا يعني أنا بحبك وانت حبيبي وصاحبي وفي نفس الوقت في حدود في الحوار مع ماما أو أي إنسان يعني بعلمهم المبادئ عموما فما نخليش بس خوفنا من الحتة دي يمنعنا نحنا نتكلم وندي أوردرز أو ندي أوامر أكتر ما أنا أفتحه طيب أستاذ أمل حريك قلت عندك أولاد في سن المراقلة وجي حد منهم قالك حاجة بعيدة عنك تماما بعيدة عن تفكيرك عن معتقداتك عن أي حاجة أنت بتؤمنيني بيها حاجة مختلفة تماما بتصرفي إزاي حصل يعني حصل طبعا كتير أفكار أنا بتخض منها بس وانا عودت نفسي ما بينش أن أنا مخدودة يعني ما بينش أن أنا أنت زي بتقول كده يعني مبقاش رد فعلي إلى أول كده لكن أنا نقش طب أنت مثلا عايز تعمل حاجة دي ليه هتوصلك لإيه طب أنت شايف أنت فكر أنت عارف أنت دلوقتي في مرحلة أنت فيها أصلا متلغبط يعني قراراتك مش أكيد أن هي متوازنة 100% فإيه رأيك تفكر على المدى البعيد لو أنت خدت القرار ده هيأثر عليك إزاي بأخد ودي عارفة رد فعلي الأم لما بتتخضش وتبايد أن هي عادي يعني أخذ ودي في نوع من الأسئلة ويتبقى مجواة مخدودة أنا بجواة ببقى مرعوبة في نوع من الأسئلة كده عن مثلا إيه بنتكلم عن الدين مثلا عن أي حاجة معتقد يعني حاجة فعلا تخد أنت أنا في الحقيقة بتصعبوا علي يعني أنا بشوف صحابي بيعود يتكلموا عن حاجات بيصعبوا علي موضوع صعب حتى لو إحنا بتكلموا عن حاجة معتقد ديني وإحنا خايفين من المعتقد الديني برضو لا يمكن هخليه كمراهق يقتنع بحاجة دينية صح غير لما أصحبه وأحوره لكن أقول لك هو كده يعني هتفلت مننا إنت زي بلغة السعيد أنت عيارك هيفلت مننا لا 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 الكلام ده مش هينفع لأنهما بيعملوا سيرش ويدوروا أنا محتاجة يبعا عندي حجة قوية مش مش لا هو كده ويعني كده أول ما الأهل بيقول هو كده ويعني كده معنى أنه ما عندهمش أصلا قدرة يقنوا عن المراهق جميل جدا ده في سن ممكن نقنعه لكن السن الصغير بقى الفئة العمرين اللي هي الصغيرة لما يجي يسأل سؤال في أسئلة وجودية في أسئلة في الدين في المعتقدات في أسئلة هم مش هيفهموا إجابتها دلوقت كمان يعني دي حاجة تانية خالص ممكن يسأل سؤال إجابته معقدة شوية أو مركبة وأنا عرفها بالمناسبة يعني ما فيش مشكلة في المعلومة هي موجودة لكن هو مش هيستوعبها ومش هيفهمها أقول له أنت لسه صغير مش تفهمها دلوقت لا ممكن نبسطه أنا مش معها لا أنت ما تفهمش دلوقت لا مش مع الجملة دي لكن ممكن أبسطه له بمثل بقصة القصة من الأساليب اللي هي بتخلي الطفل يستوعب كل الحاجات اللي أنا عايز أفهماله يعني لو عينا عايز أوصل له معلومة عن الأمانة عن الصدق ما أقولهش خليك أمين خليك صادق مش هيفهمها لكن أحكي له قصة يعني إحنا لو استرجعنا طفلتنا هلأ إن إحنا فاكرين القصص أكتر من نصائف شاز دي كان بيحكي الموضوع ده بيعمله هو في البداية في البداية الحالة كنا بنتكلم في الموضوع ده فأقولت لها أنا بعمل كده لما كنت عايز أوجيها مساعدة عندها سبع سنين عايز أوجيها في حاجة قصة فبقى أقلف لها قصة كده وحط لها المعلومة في النص فهي هو ده الأهل بيقوله يعودوا قدام الولاد اللي هو سدنه سبعة وستة ويعود يدونه نصايح وقالت هو ولا سمعك أصلا لكن أنا بسهولة جدا هي قصة اتنين خلص الموضوع هو فهمه حتى مع المراهقين بس المراهقين عايزين قصص واقعية يعني حضرتك بتألف مع بنتك سبع سنين مش هينفع دعم المراهق المراهق عايز قصص واقعية من الحياة فتفهمه هو يعيش إزاي صح وتفهمه الحاجات اللي هو يعني لو ما حب أعلم ابني أقوله يعني قاوم الحاجات اللي هي بتحس بالضعف أو بتحسسه فوقت اللي انت مش عايز تعمل حاجة أروح أحكي له قصة مثلا لأي حد ناضل وكافح وتعب ووصل دي تحمسه لكن ما عودش أدينه محاضرة في أهمية ان انت تعافر مش هيسمعني فهي الطريقة بس ده نوع من أنواع التواصل الصح الطريقة اللي أنا فيها بعايز أعلم ابني يعني احنا كلنا عندنا حاجات حلوة عايزين نعلمها لولادنا بس بنستخدم أساليب غلط بتقفلهم ونقول الجيل ده مش عايز يسمعنا لأ هو جيل ده دماغه تركبت غيرنا عايز يسمع هو واحد بيقعد على تيك توك يسمع فيديو أقل من دقيقة أقل من دقيقة وبيزهق لو دقيقة على تيك توك عايزوا يسمعك أنت قد إيه فلازم أقوله المعلومة مختصرة والمحتاطة بتاعك مش شيء كمان ده أنت عملت تديله وقال المحتاطة بتاعك مش عايزة مش بتحك أو مش أغني وغير كده أنت عملت تديله في تعليمات وعمل 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 وما تعملش وتديله في أوامر فبالنسبة له كلام لا بس أنا متفهمة طبعا لأن أنا أم بيبقوا خايفين قوي فالخوف بتاعهم بيتفحهم من هما أول رد فعل اللي هما تعودوا عليه هما كانوا بياخدوا نصايح فبيعملوا نصايح كانوا بياخدوا أم أوامر فبيعملوا أوامر لكن لو الأم أو الأب هدوا شوية كده وركزوا وقالوا لأ إحنا هنوقف شوية الأوامر هنوقف شوية الأوردرز ونحاول ندي قصص أكتر الكلام يبقى مختصر أكتر نحكي لهم عن حاجات بس لما نحكي عن نفسنا ما نحكيش حاجات خرافية ما بيأن أنا مثالية بزيادة الأول عن المدرسة أنا كنت الأول وأنا كنت أصلا بهرب من المدرسة يعني ما ينفعش أنا أخليني وقعية أكتر كل ما بقى وقعية هيصدقوني أنا بحكي لولادي عن أخطائي وفي نفس الوقت أحكي لهم عن إزاي صححة الأخطاء مظبوط جدا هنرجع نكمل كلامنا مع الأستاذة أمل وإحنا بنتكلم عن كيفية بناء جسور من التواصل مع الأبناء وكنا بنتكلم معها قبل الموجز عن طريقة التعامل مع الولاد والبنات في سن المراقة هل بتختلف بين الولاد والبنات في فكرة أن أنا أبني جسور من التواصل معاه أن أنا أخلية سقفية الولاد فيها اختلاف في بعض الحاجات مش كله الولاد بيحبوا أو يحسوا خلاص هو كبر فقف مراقة بيحب يحسوا أنه راجل يعني يقديلوا احترام يعني إحنا الرجالة عموما عندها احتياجات الاحتياجات التأدير والاحترام من أهم الاحتياجات للرجل والبنت أهم احتياجة عندها هو أن أنا أحترم مشاعرها ما فيش تجاهل المشاعر لأن لو تجهلت مشاعرها هي بتعتبر أن أنا تجهلتها هي شخصيا كلها على بعضها ورفضها فالولاد حلو أن أنا أديله حاجات كده حسسوا أن أنا عايزك معي أنا عايز أخذ رأيك أنت عارف رأيك بيعجبني أنا أوقات أقول لإبني أن أنا ما أقدرش أعمل حاجات دي من غيرك يعني أنا مش هعرف أصلا أعملها أنا عايزك أنت تساعدني ولو بنتي مثلا أقول لها بص اسمها بنتي اسمها رحمة أقول لها بص يا رحمة أنا معرفش أوضى بالبيت زيك أنت ليك طريقة كده وفنانة فضيعة يعني أنت اختاري أنت يختار أنت يعمل أنت يقولي لي فالحاجات تفتحق إذا أنا مهمة الحاجات بتاعت أنا مهمة وبابا بيعتبرني بني آدم لقيمة بالنسبة للسوبيان ستقف النفسة طبعا وكمان عارفة بيقلل العناد الولاد أوقات بيعندوا البنات لما إحنا نحسسهم بص أنت زيك زي الكرسي هنا أنت تسمع الكلام ولقونه تعمله وتيجي معايا في الحتة لأنا أقولك عليها هم بقيدها يعني أنا هنا بني آدم مليش أي قيمة فيروحوا خرجين مشاعرهم دي المؤلمة في صيغة عناد أو تمرد على كل حاجة وأي حاجة تيجي الأم تقولي البنتي بتعندني على ولا حاجة على هو صباح الفل لا مش صباح الفل ليه إحنا مش نعالك هنا على طول العناد أنا أشوف إيه اللي واجحها مني أشوف إيه اللي مخلي ابني أو بنتي بتدين قوي كده وقصدين نقرب بعض في البيتي بقى صوتنا مثلا جاي بأخر الشارع فدي من الحاجات المهمة لأنا بقى أنت استعداد أن أنا لأعلم منك أكبر أكبر منك وخليك أحسسك أن أنت أنت ليك لازمة في البيت فدي من الحتياجات الأساسية سواء للبنات أو للصبيع ظهرت في الفترة الأخيرة أستاذ أمل اضطرابات نفسية كثيرة للشباب والبنات بالذات معرفش ليه في الفترة دي بقينا بنسمع كثير قوي عن حاجات كثيرة جدا أمراض أو اضطرابات الألأ مثلا ده أبسطها ده سببه إيه؟ هل إحنا عرفنا معنى الحاجات دي؟ هل إحنا عرفنا معنى التصرفات دي؟ فقدرنا أن نصنفها أن هي اضطراب نفسي ولا ما كناش بنعرها اهتمام ونحط عليها سبوتلايت في العقول هي زادت هو كانت موجودة بس فعلا زادت وبحدة يعني أنا لما بيجين المراهقين المراهقين عندهم ميول اكتئبية والطراب الألأ والطراب كل ما هو خاص به إزينا بعمل علاقات والرهاب الاجتماعي يعني إزينا بعمل علاقات ودخل في حوار أنت ساعد في ده زائد القصوة في التربية بتساعد في ده المشكلة الأكبر بقى اللي بتقابلني مش بس وجود الاطراب عدم تصديق الأهل لوجود الأكتئاب يعني ويجبت خصوصا الأكتئاب لأ أنت ما عندكش حاجة تخليك حزين لأ بص إحنا عامين كل حاجة عدم تصديق المراهق لما ابني يقولي أو بنتي يا ماما أنا حاسس أو يا بابا أنا حاسس أن أنا حزين ما ينفعش بأول رد فعلي ليا بص أنت تدلع انتكلت وشربت وإحنا صارت عليك دم قلبي فيش حاجة اسمها انت حزين أو مكتئب مكتئب دي قولها واحد مرمي في الشارع أنت مرمي في الشارع فالمشكلة في دي الرد الفعل الأول أنا محتاجة أصدق مشاعر ولادي لازم عشان الاكتئاب ما يزيتش أو لو الحزن ما تحولش الاكتئاب ووحدة ومشاعر صعبة مشاعر الترك هو الوحدة من أصعب المشاعر اللي بيعاني بينها المراهقين فأنا محتاجة أصدق ابني أو بنتي الرفض بيخلق الاضطراب أكتر يعني بيخلي الاضطراب يزيد أكتر والمشكلة تتفاقب وعش كده حالات انتحار كتيرة لو الأهل بيحتووا ده من الأول الموضوع ممكن نعالجه عند الدكتور بس مش هينفع برضه من عند الدكتور من غير ما يبقى فيه دعم وساندة من الأب والأم وتزديق المشاعر يعني لازم نحترم مشاعرهم لو قلونا أي حاجة حتى لو احنا شايفين أنه دي مش موجودة مش المفروض تكون موجودة نحترم المشاعر دي حديك قلت كلمة مهمة عاوي أنه حالات فعلا كتيرة عاوي بنشوف فيها الأبناء بيكتبوا حتى على مواقع التواصل أنه الأهل كانوا سبب في ده أنا بشجح كل أب وأم من أول ما يبقى عندهم طفل عمره سنة يوم لحد سن المراحقة أهيز تكسب ابنك أرجوك أحترم مشاعره ما ترفضهاش حتى لو أنت مش موافق عليها أو مش شايف لها منطق يعني ما تمنطقهاش هو حاسس عنده مشاكل هو معنا في تحجم دقيقة في المدرسة حاسس بحتياج للحب هو عنده ظروف وهو محتاج احتواء زي ما حضرتك قلت طب ممكن حوار تخيولي كده من أب وأم وولادهم أنا مثلا هقول أن مثلا ابني جاي يقول لي يا ماما أنا حزين فأنا بقدر ما أقول له لا ما فيش حاجة تخليك حزين أقول له احكي لي حبيبي أكتر إيه اللي حاسس بي وخصوصا مع الصبيان خلي بالكم ما فيحش أقول له خليك جامد كده أقول له أنت راجل حازين إيه وكلام فقط نسيبه للبنات ما يفعش الجمل دي الراجل بيحس وعنده مشاعر أقوى أوقات بتبقى أقوى من مشاعر البنات بس مش بيعرف يعبر عنها لأنه تكتم فالما بعندي ابني وخصوصا لو ابني حساس بقى ولد كرسة لو الناس بتعامل الراجل الحساس على أنه كرسة ودي مشكلة كبيرة أنه حساس لا أنا عايزين راجل كده يبقى جديد فأنا ولد تخيل ولد ابني جاي أقول لي يا ماما أنا حزين أنا فهمك يا حبيبي أنا كمان بمر من أوقات حزن أو أوقات ببقى مش جاي بأخري احكيلي طب يا حبيبي تيجي في حضن شوية وحضني هو مش بقول لي ابني ما ينفعش يجي في حضن ومامته عشان ده لا ما بيقاش ابني ومبلهاش علاقة لكن لا هو محتاج احتواء حكيلي حبيبي حاسس بإيه طيب إيه اللي انت بتفكر فيه أوقات بيبقى عند أم أفكار هي مش منطقية شوية لا أصلا أنا مش عارف هسقط يعني هي كانت عندي بنوتة طلعت الأولى على الإدارة التعليمية اللي هي فيها وكانت بتقول لي كان هسقط يعني كانت هي خايفة آه طلعت لسه بعد ثاني تقول لي أنا طلعت الأولى وكانت كل الفترة بحسة ده إحساس أي حد متفوق آه أنا هسقط فأنا كنت بقول لها طب قولي لي لي جات لك الأفكار دي إيه الحاجات اللي بتثبت الأفكار بوسي أنا بقول لها إيه الحاجات اللي بتثبت أفكارك هل أنت سقطي قبل كده هل أنت ما جبتش درجات عالية قبل كده طب حتى لو سقط تقدر الدعام ده زي الحوار رايح جاي في إيه الأول تصديق للمشاعر واحترامها ومنقشة الأفكار وفيه أن أنا بيينة أن أنا في صفك أنا لا أنا أنت مش قليل في عيني أنت مش هتبقى مش عشان قلت لي أنا هتعبان يبقى أنت هتقل في نظري لأ أنت مهم قوي في نظري واللي أنت بتقوله مهم قوي نسمعهم ونشوف هما بيفكروا إزاي والأهم زي ما لأستاذ أمل قالت هو الإحتواء إحنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتين ونوارتين لأستاذ أمل غالي الاستشاري الأسري والترباء شكرا لك يا أستاذ شكرا لذلك مشاهدين نروح لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم تاني بعد الفاصل خليكم معنا شكرا للمشاهدة